السلام عليكم في فيديو اليوم رح نحكي عن حالات تحكمية للدورة السورية جولة السابقة جولة الإدعش دائما في أخطاء تحكمية بكل تأكيد بدورنا وأخطاء بعض الأخطاء بتكون شنيعة من قبل الحكام إنما الشيء الأبشع والأفضع اللي كان عم يصير هو أحمد الصالح الشيء اللي عم يعملوا أحمد صالح ضرب للحكم رفس للحكم بزق على الحكم يعني كابتن المنتخب السوري انت عم تحكي كابتن المنتخب السوري الشيء اللي عملتوا أحمد صالح لاعب ناشئ باستحية عملوا للأمانة اعتذر آه اعتذر بس بعد شو المباراة منقول التلفزيونية والدني كلها شافت الشيء اللي عم تعملوا يعني عيب الحكم صار مكسر عصى خلينا نهاية الفيديو رح نحكي تفاصيل أكتر بالنسوي لهذا الموضوع قبل ما نفوت بالتفاصيل مثل ما بنحكي دائما أنا الحالات التحكمية لست بخبير تحكمة استعم بحكمين أصدقاء إلي أحدهم ليس سوري أحدهم حكم عربة يعني عم أرجي الحالي هم ما بيعرف ملعب ملعب الكرامي أو الوسبب لمجرد أنا أرجيته الحالي اللي ضرب جزاء أو غير صحح أو غير جزاء وكان عم يشرح لي القانون كيف يصير هلأ خلينا نفوت شان يعني ما حد يكتب لي صرت خبير تحكيمة شوفوها ما كنت تحكيم لا أنا بستعيم بأحد الأصدقاء قبل تصوير الفيديو وبناء أحد الأصدقاء الحكام المشهورين وبناء عليه نحكي الحالات خلينا نعمل لايك للفيديو قبل ما نفوت بالحالات خلينا نبلش بنضرب جزاء نادى جبلي على الوحدة ديئة 57 نادى لاعب جبلي كان عم يخترق منطقة جزاء لاعب الوحدة أنا بستغرب يعني لاعب الوحدة تهور مسك لللاعب يعني تهور يعني لاعب لمجرد دخل منطقة جزاء يعني كمدافع أنت لازم تبتعد عن الفول أو الخطأ لأ لاعب الوحدة كان عم يمسك لاعب جبلي واضح للعيان أنه في خطأ لكن كان اختلافها اللي هي داخل منطقة جزاء أو خارج منطقة جزاء انما انه ايشوفو تهور من اللاعب الوحدي هاي النقطة الاولى حالي كانت عم تتوقف او المبارك كانت عم تتوقف لمدة عشر دقائق السبب هو الحكم حكم الراي كان عم يخطي حكم الراي كان عم يرفع فول حكم الساحة كان عم يصفر وبعد ما عم يصفر عم يطلع حكم الراي شو رفعت فول طب شو Right طب شو طب وبعدها خلصني انت اذا ازا اعلن بعد دقائق كان عم يعلن عن ضرب الجزاء انت كحكم راي وهذاك تعلن عن ضربة جزاء بترفع الراي وتتجه للمكان المخصص اللي هو خط المرمى يلي انت منفروض توقف فيه عند الاعلان عن رقل جزاء ما بترفع الراي وبتنزله او ما بعرف يعني نسل قانوني اللي بعده او الخطوة اللي لازم يعملها انت لمجرد رفعت الراي نزلت الراي حكم الساحة صفر بناء على رفع الراي تقاك وتوقفت المباراة صار جدل هون بين لعبين لعبي الواحد يعملوا لك ما فيه ايش شيء لعبي جبلي يعملوا لك فيه ضربة جزاء عشرة داية توقفت المباراة بالسبب خطأ تنفيذ القانون من حكم الساحة او حكم الراي عفوا حكم الراي رفعت الراي نزلت الراي بتتجه الى خط المرمى رقل جزاء انتهى الموضوع خلاف كان بعد الخلاف الاول انه هل هي خارج منطقة جزاء او داخلها اذا ما شوف اي اقرب لداخل منطقة جزاء وواضحة تقريبا مسك على لاعب جبلي ورقل جزاء انا بشوفها بشوفها انا بشوفها والخبير التحكيمي اتنين اللي تواصلت معهم قالولي اكدولي انه هي رقل جزاء واضحة لكن الخطأ من حكم الراي يلي تأخر بإعلان القرار فقط انا رفعت الراي ونزلت الراي وخليت العالم تخبط لبعضها للأسف يعني اذا رقل جزاء الاولى صحيحة لكن الحكم اخطأ متنمؤون نحن بتنفيذ القرار او باتخاذ القرار السريع خلت جدل لمدة عشر دقائق للأماني يعني انا حب واحترام لنادي الوحدي وحب واحترام لنادي جبلي وجماهيره انا مالي مصلحة مع اي فريق من جبلي الوحدي انما عم نحكي القانون متل ما وصلني بالتفاصيل خلينا نحكي الحالي التاني هدف اهلي حلب على تشترين بديه 16 كان لعبي تشترين ام يعترضوا على هدف اهلي حلب بداية السلول للأماني الحكم بهاي المباراة محظوظ ومحظوظ جدا تعرفوا ليه لانه المباراة كانت متتهب بالتفوق تشترين على اهلي حلب بهدفين مقابل هدف واحد ولو ان النتيجة استمرت بهدف مقابل لشيء كان رح تصيد جدل كبير على هاي الحالي ورح تشوف الفيسبوك واليوتيوب منتشر هالفيديوهات انه اللقطة ممكن تكون تسلل او غير التسلل ممكن الحكم يتعرض للضغوطات ومثل ما بنحكي دائما نحن جمهورنا بنعرفش لهم بتصرف ويعترض على حالي معينة انما المباراة متل ما حكينا عم تنتهي في فوز تشترين بهدفين مقابل هدف واحد فشوفنا نحن تسليطوا الضوء على هذا الهدف خف شوي خف شوي انما نرجع للحالي اذا بتشوف الحالي بكل اماني انا الاشخاص بالحكم والاتنين اللي سألتهم قالوا لي الكرة اقرب اقرب للهدف الصحيح اقرب وليس هدف صحيح فتقول لي ليش اقرب ما اجزموا بهذا الشيء انه خلاص انا متأكد مية بالمية انه الهدف صحيح لانه الكاميرا ما بتساعدك عيد الكاميرا مرة واثنين وثلاثة هاي الكاميرا مستحيل تساعدك على كشف التسلل بيشوف باوروبا بتشوف لقطة انت لأول مرة مع القادة بتقول ما فيه تسلل بحطولك الخط الحراري بتكتشف فخد على اجر على كتف على شعر صغيري انا ما في شعر الحمد لله على شعر صغيري بلاقولك تفصيل صغير بقولك اه تسلل اه ما في تسلل فلذلك بهدف اهل حلب على تشرين شوف فينا شوف اللقطة كرة اقرب لانه تكون وضعية لعب اهل حلب وضعية صحيحة انما ما فيك تقول مية بالمية لانه ما في خط حراري وانما برجع بعد وكرر من حظ الحكم انه المباراة انتهت بفوز تشرين من حظ الحكم لانه اللي كان صار جدل كبير على هدف اهل حلب حالة التالتي انا هاي بشوف اغرب حالات الدور استوريا جماعة الحالة اللي حطيتها فيها اعدام على المدافعة شلوا وشو يا زلمة عماية زلمة يعني مفروض يموت مثلا حتى تحسب له ضربة جزاء بأعتقد كان الحكم فراس طويل اعتقد كان فراس طويل يا كبتن فراس يعني لازم اللاعب يموت وياخدوه اسعاف وينقلوه على الوطنة بحمص لحتى انت تحتسب ركلة جزاء الوسمية هاي ما بدا تحليل هاي لا بدا تحليل ولا بدا قوانين ولا بدا شوف رفع القدم وشوف الشي اللي توجهه للاعب الوسمية وشوف التشويه يعني كان قتله ما بدا قول لك اي ضربة جزاء الوسمية اي فيا اعداء اي ما بدا يعني انا عندما تحضر المباراة بما انا كانت منقوله تلفزيونيا والله يبدون عادي لك الاغرب مني انه حكم الرأي كان مصر انه ما فيا شي حكم التماث قال لهم لعبوا كملوا اللعب لعبي الوسمية كان يمعترضوا على الحكم الرأي اعمل لهم ما فيا اي شيء كرة سليمة مية بالمية يعني منيح ما صفر فول على لعب الوسمية واضحة يا جماعة يا عدام بكرة القدام ضربة جزاء ضربة جزاء واضحة صريحة مثل ما بيحكي انا فاضحة واضحة في وضح النهار لناد الوسمية على ناد الجيش ما كان عم يحتسبها الحكم اول حكم كان عم ياخد وضعية شاهد ما شفش حاجة الكابتن فراس طويل فراس طويل كابتن فراس طويل ما كان موفق بهذا القرار هي ركلة جزاء واضحة للوسمية على الجيش ما بدا جدل يعني لاحد يقول لي ايه ولا خلاص واضحة بلاهات فيديو اليوم خلينا نحكي بنفس المباراة الجيش والوسمية الدائل اخيرة الحكم كان مشي اللعب بطريقة عادية الامور فل الفل مباراة رح تنتهي فجأة هيك بيضرب عراسه او بيضرب براسه احمد الصالح انه يعمل هيك شوية مثل ممنون نحنا شوية دراما على شوية اكشن على شوية كونفو ويتجه الى الحكم ويرفسوا الرفس العجيبي وبعدين يضربوا ويدفشوا ويسبوا للحكم فراز طويل انت رسالة لكابتن احمد الصالح نادة الجيش نزل بيان استهجن هادا الشي برافو تحية لنادة الجيش انك نزلت بيان وقلت انا رح اقبه قبل ما يعاقبه اتحاد كرقدم برافو هادا الشيء احتراف الاماني وبتشكر ادارة نادة الجيش بتمنى كل ادارات الاندي تخطي نفس الخطأ اللي عملته او البيان اللي عملته نادة الجيش اني انا وقت لاعبي بيخطئ كل عالم شافت انا عاقبه قبل ما اتحاد الكرة القدم يعاقبه بناءا عليه او بما معناه انا ما بيقبل بهذا الشيء الشيء التاني الكابتن رسالة الكابتن احمد الصالح نزل بيان واعتذر بس بعد شو انت كابتن منتخب السوري انت القدوي للشباب انت القدوي للناشئين انت القدوي للاشبال انت اللاعبين اللاعبين الصغار كانوا ماسكينك بالملعب واللي عم يهدوك ويقولولك طول بالك يا كابتن هن المفروض يتعلموا منك انت كابتن منتخب السوري وسبق وتقاتلت مع السومة مدري مع مين ما عم تتذكر عشان شارت الكابتن اليوم عم تهجم على الحكم بدون اي وجه حق بدون اي شيء بدون اي قرار لمجرد يمكن خسرت المباراة انت مزعوج من المباراة او عندك مشكلة عائلية او ما بعرف مين متخانق مع احد افراد عائلتك عندك ضغوطات نفسية وعندك بتشوف هيك لاعب بهك انفعال هذا ما من ارض الملعب اللاعب يعيش حالات نفسية حالات او ضغوطات نفسية بالخارج عنده مشكلة نفسية مشان هيك نحن نقول الاندي سوري جيبه طبيب نفسي يعالج اللاعبين وقت لاعب يكون عنده مشكلة اسرية مشكلة مع عائلته مشكلة مع احد الاصدقاء دائقة مائلية ممكن اي لعب فهو بعالج له اياها ما مننزل نحن نلاعب للمباراة مشحون نفسيا مشحون نفسيا لا يضرب حكم اللقاء انتي كابتن منتخب السوري ما احكى اللي عن هذا الجيش كابتن منتخب السوري قدوي للجميع يعني المباراة ما نقوله على التلفزيون ام تلقلها كلها شافت تقول لك يا عين اذا كابتن منتخبك تعرف شو يعني كابتن منتخب يعني او كابتن بأرض الملعب معناه انك تكون قائد للفريق معناه انك تكون اهدأ لعب الفريق انا شفت يعني ما بدي يعني ما انا متعود انا اغلط بحدي بكل تأكيد ما انا من اخلاقنا شفناك اكتر لاعب معصب بالفريق شوفوا اللقطة دفشوا اول مرة للحكم رفسوا للحكم رجع من وراء اللاعب شاطوا بيجروا ما بني يطلع من ارض الملعب وقت طلع من ارض الملعب كسر الكراسي رجع بزق على الحكم مرة تانية هاي ما من اخلاق كابتن منتخب او ما من اخلاق اللاعبين كرة القدام بنهاية الفيديو اللي هم حابب اختم بالنسبة للصفحات اللي عم تشتم احمد الصالح هذا شيء عيب حاليا عم نحكي الشيء اللي عمله عم نلوم وهذا حتنا وعم نعاتبه لازم يتعلم من خطأ وانه ما بدون شي تايم شفت بعض الصفحات السورية الامان يعني شتم بس شتم باللاعب عيب عيب يا جماعة حاليا نحن حكينا نحن ما منقول نقد او نحن حكينا انه عم نعاتب اللاعب او عم نحكي بكل صراحة شو اللي صار بالمباراة احمد الصالح كان بتمنى من اتحاد كرة القدم لجنة العقوبات احمد الصالح اقل شيء اقل شيء ينحرم لمدة موسم الى مدى الحياة عالشي اللي عم يعملوا ايه بكل تأكيد بتمنى ما تكون عقوبة مباراة او مبارتين او ثلاثة اقل شيء اقل شيء والعادة انه ينحرم عن ممارسة كرة القدم في الدورة السورية وبرياضتنا السورية من هذا الفيديو اليوم اتمنى ان تحضرنا على اليوتيوب تشترك بقناة وتحضرنا على فيسبوك لايك بالفيديو وانا لكم كون شاكرا فانا دائما تضل على خير السلامة